بسم الله الرحمن الرحيم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم في وجود هذا الإنسان أنه قد يجنح إما أن يلبي رغباته بحيث أن أدنى شيء يمكن أن يتجاوزه أو أصعب شيء يتجاوزه أو حد الله عز وجل من أجل أن يحقق ما يطمح إليه مع العلم أن الله عز وجل دعاه أنه حد الله لا يمكن أن يتجاوز تلك حدود الله فلا تعتدوها في مكان فلا تقربوها رغم ذلك هذا الإنسان يقع في مطب أنه يريد أن يحقق نزوة ما شهوة ما مع علمه بذلك يتجاوز عن هذا الحد ومن هنا الله عز وجل لما يبين أنه يمطوي على فعل خير وفعل شر ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها لذلك أودع هاتين المسألتين وهذين الدافعان وهذين الدافعان في وجود الإنسان بحيث إذا جنح يمنة أو يسر هناك من ينبهه هناك من يوجهه لأن من طبع هذا الإنسان أن أمور بسيطة يمكن أن تدفعه إلى الطغيان أبسط الأمور في رواية الإمام زين العابدين سلام الله عليه أنه كم من مفتون بحسن القول فيه أن الإنسان يسمع الناس تمدحه هذا مدعاة إلى غرور وبالتالي إلى سقوط لأن من طبع الإنسان أنه يحب أن يحمد على فعل خيره بل في الآية الشريفة أن الكفار من صفتهم ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا وأنت تجد في بعض الأحيان في مجلس في قعدة أن ينسب فعل إلى شخص وهذاك الشخص ما مسوي رغم ذلك ما يقول أنا ما مسوي هذا الفعل لأنه طبيعة أنه يحب أن يمدح بفعل الخير الآن أفرض يقولون يا أبا فلان عند فلان شهادة علمية خلوه لدال نقطة ما يقول أنا ما عندي دال نقطة لأن قضية لطيفة والآن الجو يحترم هذه المسألة لسبب أو بدون سبب الهفد وقع معين فمن يقولون يا أبا أنت فلان أفرض الدكتور ما يقول أنا مو دكتور وتمشي القضية ومرة مرتين يقول يا أبا أنا ما عندي هالقضية لا أكو إصرار المجتمع أفرض لأي سبب من الأسباب كيف عليها يقال فيه قول مدعاة طغيان عنده فلوس شوية صير عنده مدعاة طغيان إن الإنسان لا يطغى أنا رآه استغنى شوية إذا صار عنده شيء يطغى هذا الطغيان معناه سقوط هذا الإنسان إلا أن يلتفت إلى نفسه من هنا الباري عز وجل من أجل أن يوازن هذه الشخصية هذا المؤمن هذا الإنسان المفروض أن يكون خليفة الله على أرضه يحتاج إلى ما يوازنه يحتاج إلى ما يجعله يلتفت إلى الجانبين معا من أجل أن يستقيم الأمر وبهذا نحن نجد في أدعية أهل البيت عليهم السلام في روايات أهل البيت تؤكد على هذا المعنى في أن في قلب الإنسان في جوف الإنسان هناك هذان النوران أنه نور بتعبير الرواية نور خوف ونور رجاء في مكان نور خوف ونور يعني إما رهبة ورغبة أو خوف ورجاء تعبيراً الآن أيهما يصح أو الأفضل أن يطغى إحنا هنا نقف حقيقة عند بعض أو ما يقال في بعض الأحيان أنه إحنا تربينا على مسألة الخوف يعني الإنسان منذ صغره يقول وجهونا في أننا نخاف خاف من الله وخاف من أبوك وخاف من المجتمع وخاف 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 يقول هذا جعل من الإنسان يعيش هذه الحالة من الخوف وبالتالي لا يصلح هذا الدافع أن يكون مربياً للإنسان في أنه دائماً خاف خاف لأنه يعكس المسألة سلباً شوف أنت يقول الطفل إذا كل وقت تقول له هذه الحالة دير بالك خاف من فلان لس أو فلان شيء لأن المعلم يبصك لس أو فلان شيء لأن أبوك يضربك لس أو فلان شيء لأنه ينزل غضب عليك كله في جانب إرعاب وهذا إحنا نلحظ أكو فرق بين طفل يجي للمدرسة على سبيل المثال يشوف المعلم شالي العودوية هو هذا من قاع خايف وبين طفل يجي إلى المدرسة وهو مرتاح ومحب لهذا المعلم لأنه يأنس بما يشوف منه إلا طبع الخير إلا الابتسامة إلا التوجيه قطعاً أكو فرق بين الأثنين طفلة عيشة أو شاب بتعيشة ما يفرق في جو إلى الحق أن يتحدث بما يريد وبين جو أن الإنسان يخاف يحكي حجاية ليكون تفسر تفسير خاطئ من قبل الآخر ينزل به العقاب يقول نزار عنده فد في بعض أعماله السياسية يقول أنا فد يوم ضحكت في قهوة تليت على عمري أنه أنت ليش ضحكت فسألوني عن المال وعن من مولوني فضحكت لم أكن أعرف أن الضحك احتاج لترخيص الحكومة ورسوم وطوابع لم أكن أعرف شيئا عن غسيل المخ أو فرم الأصابع في بلادي ممكن أن يحكم أن يحكم الإنسان ضد الله لا ضد الحكم فاعذروني أيها السادة إن كنت ضحكت كان في ودي أن أبكي ولا كني ضحكت أنا بالاشتباه ضحكت يقول أنا مجرد هذه الحالة ورطتني فإذا الإنسان عاش إحنا خلنا أخذ مثاليا قبل أفرضه عشرين سنة أو خمس طاعة سنة إذا بالطريق واحد ف معد برنامج تلفزيوني التقت بطفل أفرضه من العراق والتقى بطفل من لبناء أو من مصر خلي يسوي مقابلة تلفزيونية ويا شقد الفرق وما يحتاج إلى مقارنة ذاك ما شاء الله ينطلق ولبق لأن ما عنده فد هذه الرقابة الموجودة لكن هذا الطفل في بلدنا كان بس يقول يعني ما يقدر يقول كلمة أخرى إلا لأن أنت تسمع بعضهم لما يحشي يحشي لعشر حشايات ويهفل عشر مرات يعني ما شاء على الألسن السبب هناك رعب حتى من أن يتكلم بكلمة يقول هذا الإنسان إذا نشأ هكذا نشأ كيف يمكن أن يعتمد عليه في المستقبل في أن يبني بلدا وبهذا المنظر أيضا حتى في علاقتنا مع الله عز وجل يقول ليش دائما نحن نقول خلي نخاف من الله فلان لما يوصف بالصفة الحسنة يقال هو يخاف من رب العالمين يقول هذا الخوف جيد في أن الإنسان ينطلق منه في التعامل في التربية أو في التعامل مع الله عز وجل يقول هذا أوجد حالة قد تنعكس سلبا في أن الإنسان لو تحلل من هذا الخوف ماذا يمكن أن يفعل الكبد كل وين يطلع شنو أكو كبد في داخل عبر هذا تراكم مال السنين إذا في فرصة معينة شاف أنه يقدر يعبر عما عاناه من هذا الخوف يعكس وين على المجتمع وهذا أنت تلحظ إذا واحد مفطهد وجابه فجأة خلو في موطن مسؤولية وفي موقع مسؤولية علي من كان يعتمد أفرض الجهاز الأمني يريد يعتمدون كانوا في بلدان على أمين يجيب واحد من الريف ولا يعرف شيء مع احترامنا الأهل الريف مو انتقاصا منهم ولكن عادة المعاناة في أهل الريف أشد من المدينة مسألة طبيعية ظروف الحياة شظف العيش كله موجود هناك هذا كله يجيب وين يجيبه يجيبه يخليه أنه هذا مسؤول أمني ما من شك كل هذه المعاناة هذا يريد يصبه على راسل الناس يعني كأنه يريد ينتقل هذا المعنى أنت عكسه حتى على أبن المدينة لما يكون هذا مضطهد ويصير موظف بدل أن يكون خادم للناس في أن يمشي معاملات الناس يتلذذ في عرقلة هذه القضية يجي الآن بخمس دقائق يخلص يقول تعال بها تعال بها سبو مع العلم ما بها فد عمل معين ما بها صعوبة لكن هذا فد أكو أمور داخلية يعكسها على الخارج يأذي روحها أولا ويأذي الناس لكن هو قد يشعر بلذة في مثل هذا الباب فيقول إحنا إذا دائما هذه الحالة موجودة خاف من الله خاف 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 هذه نظرة سلبية في واقع الحال لا يمكن أن تستقيم في تربية إنسان على العكس إحنا إذا أطلقنا للجانب الآخر وعلمنا أنه بدل خلي يكون هناك حب دائما حب الناس حب الله حب أصدقائك أحب هذا المجتمع يقول هذا المنطلق يفتح أمام آفاق بهذا الحب هو رح يعمر هذا الحال الاجتماعي هذا الوضع الذي يعيشه هو من أنه هو ليس في داخله إلا الحب وإلا الخوف مقدار هالقضية يمكن أن تكون واقعية طبعا الأخوة يلاحظون في بعض الأحيان أفرض واحد ينتقل من عقيدة إلى عقيدة أخرى ويجعل السبب ما هو مقابلة يخلون أفرضه يا هذا ابن قائد حماس يقول أنا الآن لما صرت مسيحي أفروض شعرت بالأطمئنان ولما كنت مسلم لا أنه هذا الإسلام كله قتل وذبح وكراهية وكذا وشيء منها القبيل يذكر هذا المعنى فعلا هذا الشكل هذا واقع الإسلام أم واقع المسلمين أولا البارع عز وجل نحن نلحظ في آياته الكريمة في بعض الأحيان لما تستوجب الشدة يتحدث بالشدة وهناك تحذير من العذاب لهم مقامع من حديد و وإن يستغيث ويغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه و يصف أن الشراب هذا ولا أهل النار فالشراب هو يصب من فوق رؤوسهم الحميم هذا الماء إذا يشربه هو يؤذي إلى آخر آيات كثيرة في هذا الباب من خاصة الآيات المكية تحدث عن هذا المعنى بكثرة وتعرة لا لا يتحدث إلا عن النعيم لأن الموطن موطن نعيم يتحدث عن ما أعد للمتقين أنت إذا تأخذ سورة الواقعة وتشوف مرة جزء يتحدث منها فقط عن المقربين ويتحدث عن أصحاب اليمين وما أعد لهم وفقرة أخرى يتحدث عن أصحاب الشمال ما يخلط بين المسائل لا هذه الفقرة هذولة وذائل هذولة لكن في بعض الأحيان من أجل أن يثبت الطرفين نجد أن الله عز وجل يجمع الاثنين معا من أجل أن يذكر الإنسان بل أن الله سبحانه وتعالى حينما يتحدث عن قتال قاتلوا هؤلاء المشركين هؤلاء المنافقين وليجدوا فيكم غلظة لكن يذيلها واعلموا أن الله مع المتقين في أوج هذا الدفع إلى القتال يقول دير بالك أكو حدود ما ممكن أن تتعداها وإحنا نلحظ في كلام الرسول الكريم صلى الله عليه وآله واحد حقيقة يطرح من يشوف هذا يجري إسلام رسول الله صلى الله عليه وآله يبعث بعثا يدز جماعة إلى قتال إلى حرب شيء يوصيهم يقولهم ديروا بالكم أن تروعون طفل أو تعتدون على شيخ بعد ولا تقطع نخلة مو بس الآدم يعني ما من حقك مو تقتل الطفل مو من حقك أن تروع لأنه مريقات ولا الشيخ الكبير مريقات أنت شغلك ويال اللي دي قاتلوك بل أكثر من هذا هذا عنده نخلة هاي النخلة مو من حقك تقطعها لأسباب هاي تشكل مورد اقتصادي إذا هذا آمن بالنتيجة للمسلمين إذا رفض أن يؤمن عنده خيار آخر أن يبقى على دينه وهاي النخلة تبقى من حقه ينطين جزء منها كضريبة إذن من ناحية الاقتصادية وفر من ناحية البيئية موفر اليوم الدنيا مقلوبة بيئة خربانة أكو تصحر وأكو كذا ونظر إلى بيئة من جانب آخر أن هاي النخلة تنفع حتى في تصفية الجو اليوم الناس كلها تعاني من قضية التلوث سواء كان تلوث هوى سواء كان تلوث ماء أو تلوث ضوضاء يعني قد لا يلتفت إليه لأنه التلوث السمعي قد يكون أمر من هذا التلوث اللي يتحدث عنه وهو الاستنشاق ويأكو فرق أن الإنسان يعيش حالة صفاء كما في البادية أو في الأماكن الهادئة وبين عايش في الزحمة الهورنات والهوسة كلها من الصباح للليل يدوخ يعني هذا حتى من ينام هذا النبذان حيتنعكس على نفسية الإنسان شاء أم أبا لذلك اليوم السياحة تأخذ جانب واسع يدورون وين أكو جزيرة ما بها صوت روحوا ترى لقينالكم جزيرة صنحس ما بها روحوا قضي لك أسبوعين بعيد عن كل هذه المسال من أجل نفسيا ترتاح فالنبي صلى الله عليه والي يقول حتى النخل ما تقطع والآن تجي أنت الطفل ما يسلم في بلادنا وفي سوريا وغيرها طفل طفل يعني بأي عنوان أنه يقطع رأسه أو ينحر ورغم هذا يكبر والرسول صلى الله عليه والي يقول لك أنت ما لك حق أن ترعب هذا الطفل مو تقتله الآن لا يقول تصفية شكت كم واحد دون العشر سنوات صفوهم تماما بهذه الطريقة الوحشية رغم ذلك يقولون هذا هذا الإسلام الغير حق إذا راد يأخذ نظرة سيئة عن الإسلام بفعل هؤلاء فالرسول صلى الله عليه وآله في هذا البعث في هذا الموقف رغم هذا يقول لك حدود ما من حقك أن تتعداها أبدا كذلك الباري عز وجل يقول خليه شوفون غرضة بالقتال ولكن اعلموا أن الله مع المتقين ما من حقك أنه تتعدى حتى الحد الذي فرض في الحرب يعني إذا واحد قال لك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الرسول الله انتهت المسألة مو من حقك أن تقتل هذا الإنسان أنت تقول شال سيف شاف سيف وخاف هذا مو شغلك لا زال نطق شهادتين يقول هذا إذا قال ها فقد حقن دمه وماله أنت بعد مو من حقك يقول النية شنو كانت وهذا يعكس لك حرص الإسلام على حياة الإنسان يحرص الإنسان ليس الأصل أنه القتل والقتال الأصل أن الإنسان لا علي لأن يهدي الله بك رجلا خير خير لك مما طلعت عليه الشمس وأمير المؤمنين كان بهذه الوصية إذا خرج إلى قتال أول شيء قد يقدر يحفظ دماء في قضية الخندق معروفة وتجدها في قضية الجمل أيضا يبعث قال أكو مصحف من يحمله إلى هؤلاء القوم رسالة سلام تعالوا يا بخ نتفاهم أنتوا على شنو جايين بهذه الجيوش تردون نتقاتلون شنو السبب تعالوا خلو نتفاهم فقال الأمير سلام الله قال من يحمل هذا المصحف وهو مقتول رح يقتله رغم ذلك شاب يقول أنا يا أمير المؤمنين يحمل المصحف يحمله إلى القوم يا بأنا جايكم هذا الكتاب بيناتنا يقول تعالوا خلو نتفاهم شنو السبب اللي لأجل أن لا ترى قطرة دم بدون وجه حق يقتل هذا الإنسان الذي يحمل رسالة سلام من علي بن أبي طالب سلام الله عليه مو الأصل أن الإنسان يريق دم الأصل أن هناك فكر وأن هناك دعوة إلى سلام قد نعرض في ليلة من الليال إلى دين المسأل إن شاء الله فمن هنا هذا الحال لما يكون الله عز وجل يقول أيها الإنسان أنت تحتاج أن تقف مع نفسك في هذه الموازنة في أنه كما هناك عذاب أنا أحذرك منه هناك ثواب أنا أقول لك موجود وينتظرك من أجل أن تستقيم هذه النفس خلنا لحظ وفق هذه النظرة أنه الخوف يمكن أن ينفع أو لا أو لا دائما إلى الجانب السلبي في حياة الإنسان أن الإنسان يحتاج إلى خوف أو لا أو دائما الجانب الآخر ما من شك أن الإنسان إحنا نقول هذه المقولة أنه من أمن العقاب أساءل أدب حتى في تعاملنا مع الله عز وجل شيخ النراقي رحمة الله عليه لما يعرض إلى هذه المسألة يقول صحيح أن الله غفور الرحيم لكن بالمقابل إحنا جدنا نسوي يضرب هذا المثل يقول لو كان هناك مولى كريم والعبد يعرف أنه ما يسوي هذا ما رح يعاقبه لي كرمه يقول فيبدي يلزم هاي المعين اللي بالبيئة يكسرها وهو آمل لهذه العقوبة يقول هل يليق أن هذا العبد حينما يلحظ كرم المولى يسيء مثل هذا بقدر هذه الإساءة يقول على الأقل هل الجزاء والإحسان إلا الإحسان يقول أصلا لا يليق بإنسان أن يواجه هذا الكرم بمثل هذا اللؤم لأنه لا يستقيم الإنسان إذا واحد أكرمه إحنا نقول إذا واحد سيقان من ننسى هذا الفضل لكن مع رب العالمين ننسى في كثير كثيرا ما ننسى هذه النعم يقول المولى كريم لكن هذا مدعاة لأننا نتجاوز بحيث ننزع لا خوف أكو ولا حياء كذلك هذه المسألة يحتاج الإنسان إلى خوف أم أن الأمور إذا مشت الشكل لا هي تستقيم فقضية نذكر أنا ذكر أيام الجامعة كان عندنا أستاذ توجه من فرنسا وعجبته طريقة ما للراسة هناك في الجامعة عنده فقال يا شباب إحنا متعلمين إذا واحد يريد يطلع كنت يستأذن من الأستاذ كان احترام ما نتعلم على هذه القضية خوفة ما ينذر بأي سبب من الأسباب فلذلك أنا شفت من كنا ندرس في الجامعة هناك الإنسان إذا عنده حاجة بعد ما يحتاج أن يستأذن فإذا واحد شاف روحه مضايق ويحتاج إلى يروح في المكان بعد ما يحتاج أنه يستأذن خلي أخذ راحته فالصف صار قهوة أربعة طابين خمسة طالعين قال بطن نرجع إلى الأصل ويريد يطلع كون يستأذن فلذلك في تربية الجيل يحتاج الإنسان أن يربي جانب أكو خوف ينبأ خوف مو معنى أنه رعب بمعنى الاحترام لهذا الأستاذ أو لهذا المدرس أو لهذا الأب هذا إذا الزرع في نفسه عند ذاك مع جانب الحب هناك هذا المعنى من الاحترام للغير نحن اليوم نلحظ في هذه البلدان خاصة بالنسبة للشباب المراهقين إذا طب للصف يعني معاناة أكو عند المدرس أنه كيف يمكن أن يتعامل بهذا ما أخذ الأمور مثل ما هو يريد كأن هذا الأستاذ ما إلي قيمة الحش من صوب الشمر من صوب ولكن أكو فدواع هذا من الرجل أو الأمرأة يأدي واجبة يشرح الدرس ويطلع شي سوي لم يعني يضرب وقم ما يقدر يحرج ما يقدر ما شير أمور هالشكل إذا هذا الجانب فقد رح يصير طرف الآخر أيضا أكو إفراط وين رح يصبح نعدنا قبل كنا نترب قم للمعلم وفيه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولة كنا إذا نلعب بالشارع وإجا معلم يخرب اللعب كله بالنتيجة وما مسوينا شيء من بعيد لكن أكو نوع من احترام أو خوف أنه هذا ينبغي أن يحترام فالسلا يفوت المعلم ولا كان أكو شيء يستمر الوضع كما كما هو سلبت هذه القضية يحتاج الإنسان أن يخاف أو لا احنا خلينا أخذ الإنسان أو نماذج من هذا البشر الذي انطلق إلى الله عز وجل وخوف الله معه وإذا وصل إلى نقطة معينة لا يمنعه فيها إلا هذه القضية أنه يخاف الله هذا في قضية قابيل وهابيل يقول لأن بصدت إلي يدك لتقتلني ما جاوبك بالمقابل ما قابلك ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك ليش يقول لأني أخاف الله رب العالمين هذا الخوف يمنعني أن أتجاوز وآيات أخرى في هذا المعنى لذلك هذا يكون رادع للإنسان أن يقف وإحنا نجد في أدعية أهل البيت عليهم السلام ونماذج نضرب من أجل أن لا يطول الحديث في دعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه يطلب من الله عز وجل أن يوفقه لأمور ولكن يقول يا رب هذه الأمور يمكن أن أجنح بها تحتاج إلى المضاد من أجل أن تستقيم يقول لأ اللهم أغنني كل واحد يريد اللهم أغنني ولكن ولا تفتني بالبطر من طبيعة الإنسان إذا غني يروح إلى الآن يحتاج من يذكره يقول أغنني ولا تفتني بالبطر وأعزني ولا تبتلني بالكبر الإنسان إذا صار عزيز إلى شأن بين الناس من طبيعته أن يتكبر يمر واحد من أولاد المهلب ابن أبي صفرة المهلب كان عرف أنه متواضع أولاد ذولة نشأهم أولاد الوالي مر على واحد فذاك ما سلم عليه هذا انفعل صح له قال تعرفني من أنا تمر ما تسلم عليه من أنا تعرفني قال نعم قال من أنا قال أولك نطفة قذرة وآخر جيفة مذرة كون من هذا كله وأمير المؤمنين يوجه إلى هذا المعنى يقول ما أحسن تواضع الأغنية للفقراء لأن هذا يعكس أن هذا الغني مؤمن ما غرت الأموال وأفضل أو أحسنا من استطالة الفقراء على الأغنية اتكالا على الله عز وجل يعني إذا طبفت غني ليوقر لغناه من وقر غنيا لغناه كبه الله على من خريه في جهنم ليكون الغني وقر لغناه وإذا طب فقير ما حدي يدير لبال لأن هذا الفقير لربما عند الله ما يكون نسبة بينه بين هذاك يقول يمشي الفقير وكل شيء حوله والناس تغلق دونه أبوابها حتى الكلاب إذا رأيته مقبلا نبحت عليه وكشرت أنيابها وإذا رأت يوما غنيا مقبلا خضعت لليه وحركت أذنابها هذا قد يكون الفقير عظيم عند الله عز وجل لكن النظرة الخارجية يقول هذا الفقير يستطيل على هذا الغني لأن هذا خليه شعره ترى أنا بشر وأنت بشر هالأمو هالأمر هذا ليكون مدعاة إلى أن تتكبر فالإمام سلام الله عليه قول يا رب أغنني لكن لا تبتليني بيش بالبطر وأعزني ولا تبتلني بالكبر بعد لحسك وَاللَأَيْهَا عزاً لَا أَحْدَثْتَ لِي ذلة باطنة بقدرها ولا ترفعني بين الناس درجة إلا وحططتني عند نفسي مثلها هل مقدار بالضبط لا هذا يجنح ولا هذا يجنح وهذا تعبير رائعا مثل هذا التوازن نحن نقرأ في دعاء أبي حمزة في هذا المعنى أيضا وهذا دعاء جليل والإخوة دعاء في شهر رمضان للإنسان يقضي ساعة مع هذا الدعاء الذي كله معرفة وكله أنس وحب لله عز وجل في آخر الدعاء شنو يطلب الإمام من الله عز وجل يقول اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي خوفا منك وحبا لك وفرقا منك وشوقا إليك اثنين هن شو إذا اجتمعا في قلب الإنسان المؤمن شي يسوى عن ذلك خوف منك وحب إليك وفرق وشوق اثنين هن يا رب هذه ليلة الجمعة ونحن نقرأ ذلك في دعاء كوميل لأمير المؤمنين الذي يعكس هذا المعنى من جانب يئن من قضية النار وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الحقير وفي مكان آخر يرى أن هذا العذاب كله لا يساوي عذاب في نظر الناس لا شيء ولكن عند أمير المؤمنين هو العذاب الأصلي هبني صبرت على حر نارك افهو لكن أكو عقوبة أشهد هذه الشاشة ونتحملها هبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر على فراقك هذا الفراق يقول لي يا رب أشد من هذه النار اللي لا تقوم له السماوات لا تقوم له السماوات والأرض إذن هذا هو الذي يخلي قلب الإنسان مثل مو مثل قلب الإنسان وإنما في ركاب وفي خط أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام حينما ندعى إلى أن يعيش في قلب الإنسان هذا المعنى لأنه يبتدئ بشيء وينتهي بشيء عند ذاك إذا ملكه الخوف يملكه الحب أيضا نحن نقرأ سيد الخمين عند شرح دعاء السحر فالإشارة لطيفة إلى هذا المعنى إحنا اللي نقرأ في دعاء السحر في دعاء البهاء يقول يتدرج الإنسان يقول اللهم إني أسألك بجمالك من جمالك بأجمل ثم يقول وكل جمالك جميل اللهم إني أسألك بجمالك كله وهكذا بالكمال وبالأسماء وكلها موجود يقول لعل الإنسان في هذه المراحل يمر يعني إذا أريد نضرب مثل هو ما ضرب المثل ما يجل توضيح الفكرة يقول في البدء الإنسان قد يعجب بشيء واحد يعني أفرض أن الإنسان نظر إلى إمرأة عجبته شو نعلفت نظر بيها شيء معين أفرض هذه المرأة عيونها جميلة أن هذه المرأة بيضة أن هذه المرأة طويلة على سبيل المثال أعجبه جزء منها انصب وين فكرة وين على هذا الجزء غفل عن الجوانب الأخرى فيها جمال أو ما فيها جمال لا تعامل مع هذا من جمالك بأجمله جزء من يقول لكن بعد فترة حينما يأنس بهذه الزوجة تزوجها يأنس بها يرى أن لا ترى القضية ليس مسألة عين أو مسألة طول وإنما هذا الجمال كل إذا أخذ مع بعضه مترتب كل الجميل فيقول لا أصلاً هاي مو فقط هالجزء منها جميل وإنما كلها جمال في هذا الجزء الثاني لكنه إذا أنس بها والآن أصبحت الروحين ممتزجات يعني تغلب على هذا الجانب الظاهري وهذا الجانب الجزهتي عند ذلك أصلاً لا يلتفت إلى هذه المسألة يرى أن هذا الوجود اللي أمامها كلها جمال فلذلك يقول الإنسان ينظر إلى بعض آيات الله شوفه واي جميلة لكن البعض الآخر أفرض ينظر للوردة على أنه جميل الشوك شلون هم يشوفه جميل في مرحلة يقول لا هنا الجمال هنا يشوف الخضار حلو بس الصحراء شلون يقول هذا جمال في جانب آخر يرى أنها كلها من آيات الله وبعضها يكمل البعض الآخر لأنه إذا كل خضار ما تستقيم وإذا كل صحراء ما تستقيم واحد يحتاج الآخر إذن هذا التكامل نولي جميل فإذا نظر إلى الكون بما فيه على أنه وفي كل شيء إلا هو آية تدل على أنه واحد ينظر لا ماكو شيء في هذا الكون إلا وهو جميل فلذلك يقول يتدرج كذلك هذا الإنسان إذا انطلق من الخوف يوصل إلى الحب لا يعني أنه يلغي هذا الحب وإنما الخوف وإنما هذا الحب أيضا يملكه بحيث قد يضغى على ذلك الخوف أو يرجع إليه مرة بعد أخرى فإذا أحب الإنسان شيئا أن ذاك لا يمكن أن يقارن به شيء أبدا لاحظوا الرواية تقول أن الله إذا أحب عبد شيء سوي له إذا أراد الله بإنسان خير شيء سوي له الرواية تقول من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته ريد له خير يقذف في قلبه حب الحسين أخوة إذا قذف في قلبه حب الحسين شنو معنى شيء يصير ما الذي يترتب على حب الحسين لأن الحسين يبدر منه إلا ما هو خير لهذه البشرية هذا الذي كان يحاول أن لا يريق دم أحد هذا الذي يحب كل ما حوله من هؤلاء البشر وش يسوي له ماذا توفيقهم ماذا يبدر من الحسين إلا الحب ولذلك الذين عرفوا الحسين الذين رأوا الحسين زهير يشوف الحسين يشوفه ينقلب على عقبيه وهب يشوف الحسين سلام الله يتغير حاله لأنه يرى أن هذا منبع للحب من هنا نحن نشوف امرأة لما عاشت مع رسول الله صلى الله عليه وآله من المسلمين المسلمون كلهم عاشوا مع رسول الله واقعا ذابوا في رسول الله بعضهم لا يرى إلا رسول الله هذه امرأة في يوم أحد يقتل ولدها ويقتل زوجها خب الناس يجعون يعزوها عظم الله لك الأجر في زوجك ما ملتفتة للمسألة قالت كيف رسول الله قالوا وعظم الله لك الأجر في ولدي قالت كيف رسول الله أنا ما دأ أسألكم لا على ابني هذا أسألكم على زوجي وإن كانت مصيبة أنا عندي شيء أهم أنا دأ أسألكم عن رسول الله قد ملك رسول الله إذن قلوب هؤلاء الذين رأوه وأحبوه قالوا هو بخير قالت أروني خلي أشوفه قالوا هو ذاك قادم لما نظرت إلى وجهه قالت كل مصاب دونك يا رسول الله جلل أنت سالم كل مصاب يكون هين ويكون سهل أن الإنسان يتقبله لكن المهم أن تكون أنت سالما لأنه ملك قلبها أولئك الذين ملك أهل البيت قلوبهم عاشوا على هذه الحال ولعن نموذج واحد كان هذه الإمرأة الطاهرة أم البنين أم البنين عندها أربعة ربت هؤلاء على قضية حب الحسين وأن يكونوا فداءا للحسين بدءا من أبي الفضل إلى أصغرهم أكبرهم أبو الفضل أربعة وثلاثين سنة أصغرهم لعله واحد وعشرين سنة أو اثنين وعشرين سنة ذو لها المسافة كلهم أما الآخرون أصلا في ظل أبي الفضل ما لهم ذكر لأن قمر العشيرة قد غطى على وجودهم وأبو الفضل كان همه أن يكون ردءا لأبي عبد الله الحسين كان همه أن يكون فداء للحسين ربته أمه على هذه الحال وعلى هذه الشاكلة لأنها عرفت من هو الحسين ابن ريحانة رسول الله هو ريحانة رسول الله وابن بنت رسول الله وسيد شباب أهل الجنة وعرفته الإمام المفروضة طاعته لذلك لما يصل ركب الحسين إلى المدينة بعد أن قضى تلك الرحلة الإمام سلام الله عليه يقول للبشر ابن حذلم يقول لك أن أبوك شاعرا فهل تقول الشعر قال نعم يا ابن رسول الله قال إذن أدخل وانع الحسين نحن منتظرين خارج المدينة يقول البشر دخلت إلى المدينة فصحت يا أهل يثرب قالوا ما الخبر قال الخبر عند مسجد رسول الله مهنة خلي اجتمع الناس اجتمع الناس صاح يا أهل يثرب لا مقام لكم بها قالوا ما الخبر قال قتل الحسين فأدمعي مدرار الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدى يقول رأيت امرأة تتخلل الصفوف على كاهلها طفل قالت أنت الناعي حسين قلت من هذه المرأة قتل الحسين وهي تقول أنت الناعي حسين قيل أما عرفتها قلت لا قيل إنها أم البنين أم العباس وإخوته قلت لا أثقل عليها عظم الله لك الأجر بجعفر بعون بعثمان قالت ويحك هل سألتك عنهم أخبرني عن الحسين حي هو أم ميت قلت عظم الله لك الأجر بأبي الفضل العباس رأيت كتفها قد انهدل سقط الطفل من على كاهلها قالت يا هذا قطعت نياط قلبي أخبرني عن الحسين حي هو أم ميت قلت عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله لما سمعت ذلك لطمت رأسها صاحت وولدا وحسين يا يا سايلي اللي تنشدين إن كانت ردين الخبر زين قعد وهل دمعة العين إليش أربعة بطة يوم البنين الأربعة يوم البنين الأربعة المحد فنهو دمهم غسلهم والترو وبصاير شفنهو هوا من الصباح زين بمشايت للشام عنهو فوق الهزي المرة وشافتهم طاعين يوم البنين الأربعين ذبح وضماية وظلوا ثلاثة أيام على الغبر رماية ولو تنظرين على النهار صاحب الراية مفضوخ رأس مقطع يا يا شمال وليمين ماذا تجيب تقل يا ريت عندي من الوليد سبعين مولود بالمرجل كلها مث العباس وتزود تنذبح وابن المصطفى يائل ديار هيعود سالم ولا تنظام زينب والخواتين لذلك لما تدخل العائلة تقول العقيل نريد أن نتفرغ للنياحة على الحسين لا تدخل علينا امرأة ساعة وإذا بالباب تطرق لمن قيل لها إن على الباب أم البنين أتدخل عليكم قالت فلتدخل فإنها مذكولة كما ثكلنا لما دخلت وقع بصرها على العقيل ما تذكرت أولادها ولكن ذكرت الحسين صاحت وولدا وحسين وحسين فأجابت العقيل وأخا وعباس سيع وسمعت الصرخ على الباب أم عباس جهت تشلت فترين بشت زين بوصاح عدت لقنها يا بلو يا يقوم وانساعد ها هاي أم البنين الراح منها أربع شبول ربتهم يامين لا تدعوني ويك أم البنين تذكريني بليوث العرين أربعة نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وصلنا على القوم الكافر وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخر شفاعتهم اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من أنصاره وأعوانه مستشدين بين يديه أخواني للي قضاء الحاجات وشفاء المرضى لدفع الضر لسلامة زوار أبي عبد الله اليوم أكوها ونات سقطت على حرم العقيل وعشرات الجرح بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله شافي مرضى المؤمنين سيم المنظورين منهم اطلدين كل مدين بل كل ذي حاجة حاجة اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة يا رب ردك إلى الظالمين في نحورهم أصلح أمر المسلمين لما شملهم بحق محمد وآل محمد اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا مقيمون لهذه المعاتب الشريفة قبل الله هم عملهم إلى موتهم موت المؤمنين سيمة موت الحاضرين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقه الصلوات اللهم صدي على محمد وآل محمد